اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسيناريو شاهدنا جميعا وسنتحدث عنه بشكل مفصل مع ضيوف حلقتنا لهذا المساء ولكن ربما ما يخفف وطأة الحدث أن المنتخب السعودي ولكن كرة اليد قد كان حقق في هذا اليوم إنجازا سنتحدث عنه كذلك بشكل مفصل مع ضيوف حلقتنا لهذا المساء خلونا نحن وياكم نبدأ بالعنوين بعدها أعرفكم على الضيوف وندخل بشكل مباشر بالحلقة الأخضر الأولمبي يغادر كأس آسيا من الدور الأول إدارة النصر تفتتح مركزها الإعلامي بحلته الجديدة العروبة والشعلة أول المتاهلين إلى الدور الستة عشر في كأس الملك حياكم الله مرة أخرى عزيزي المشاهدين في حلقة هذا المساء مرنامج الملعب يسعدين يكونوا معي في حلقة هذا المساء رئيس نادي نجران السابق الأستاذ مصلح المسلم أستاذ مصلح مستكلب الخير مستكلب الخير أخوي خالد مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام اسمي علي طويل عمر حياكم معنا في حلقة هذا المساء حياكم الله علي كما يسعدنا كذلك أن نستقبل في حلقة هذا المساء من برنامج الملعب الإعلامي الرياضي أستاذ وائل نجار وائل مساء الخير مساء النور زميلي علي رحب فيك ورحب الأستاذ مصلح وجميع المشاهدين الكرام حياكم الله معنا في حلقة هذا المساء برنامج الملعب هاشتاق البرنامج مثلما مبين قدامكم برنامج ديروسكور الملعب شاركونا بأراءكم بتعليقاتكم حول المستجدات وحول كذلك أراء الضيوف الكرام خلونا نبدأ الحلقة عزيزي المشاهدين بمشاهدة تقرير عدو زميل فهد أسباعي وبصوت زميل أحمد عدنان يلخص المشهد الذي انقضاه قبل لحظات فيما يتعلق بخسارة مؤلمة لمتخبنا السعودي الأولمبي في قطر متخب السعودي الأولمبي فرصة التاهل إلى الدور الثاني من مرحلة المجموعات لكاسي آسيا تعتى 23 عاما ولم يكن أكثر المتشائمين متوقعاً أن يكون سيناريو الخروج بهذه الطريقة خطط عقيمة وتبادل ابتسامات دون عدن مسؤولية والكرة تهاوى داخل المرمى السعودي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيت وأجد مع أفراد البعثة بهدف زرع الثقة والحماس بلاعب المنتخب لكن ذلك لم ينعكس على أداء اللاعبين في جميع مبارياته الثلاث في مباراة المنتخب أمام تايلاند كان العلوان الأكبر عبث وتعالي على تعليمات مدرب والخروج بنقطة تعادل من فم المارد التايلاندي وأمام المنتخب الكوري الشمالي ظهرت لمحات من المستوى الذي كانت تتمناه الجماهير الخضراء بتقدم بالنتيجة بعد خسارة إلا أن السيناريو تكرر مرة أخرى بتهاوي الكرة في مرمى المنتخب السعودي مسجلاً تعادلاً غير عادل وسط بادر ابتسامات بين العيب الأخضر جير الفوز إلى خروج بنقطة أخرى أمام اليابان حدثني عن المستوى وحدثك عن الكوارث خسارة لم تكن منتظرة أدخلت أخضرنا الأولمبي في دوابات الحسابات اتهت بتأهل الكوريين وسط حصرة الجمهور السعودي الجميعي اتفق أن الخروج المذل كان بأسباب كثيرة أبرزها سوء الإعداد وتأرجح غيابي ومشاركة اللاعبين في منافسات سابقة كانت بعض الأندية ترفض مشاركة لاعبيها مع الأخضر الأولمبي حتى بدأ أن الأخضر في منافزته الأخيرة يلعب بلا فكر أو تكتيك أو تنسيق فني يشير إلى وجود عمل أين تسير خطواتنا على مستوى المنتخبات الوطنية لا نعلم أستاذ مصرح خلينا أبدأ معك خليني أستعير الجملة اللي ينتهى منها تقريرنا قبل شوي أين تسير بين الخطوات على مستوى المنتخبات الأولمبي نحن مقدمين على وين الله أخي علي ليس المنتخب الأولمبي على الأسف أنه في جميع الألعاب الموجودة عندنا وبالذات على مستوى الشباب الناشئين الفريق الأول نتائج المنتخبات كلها إلى الآن يعني ما في شيء يعني تحقق إيجابي نقول لاتحاد أن في هناك عمل قائم أو دراسة قائمة يعني لا جديد يعني كان خروج متوقع بحكم ما يعملون يعني في الاتحاد السعودي من اهتمام بالفئات السنية ومجاملة بعض الأندية على حساب الأخرى أيضاً الاختيارات يمكن غير موفقة أيضاً المدرب أعتقد أنه كان المدرب الوطني بندر الجعيثين في البداية مع الفريق وماشي بالفريق كويس لين غيروا وجابوا مدرب آخر وهذه مشكلة عدم الثقة بالمدرب السعودي مع الأسف أيضاً اللاعبين يعني بصراحة يعني وصل اللاعب وهو صايري يبحث عن عقود ويبحث عن مبالغ وعن قصات وعن سيارات فاهرة يعني شاهدنا في التقرير المميز يعني الابتسامات من اللاعبين يعني ما كانت تصير هذه بصراحة في أي منتخبات من منتخباتنا كان اللاعبين إذا خسروا يرتمون في أرض الملعب يبكون ويجلسون الجميع يخرجوا اللاعبين موجودين يطلعون لهم الإداريين لكن مع الأسف بكل يعني بصراحة شيء مخجل اللي نشوفه كنت أتمنى ما نضم اللاعبين هذولا لأن اللاعبين هذولا بصراحة مع احترامي وحبي وتقديري لهم أنهم يهتمون بأنفسهم أكثر بتعدون عن المظاهر وعن القصات وعن وصائل للاتصال يهتمون بأنفسهم أيضا أتمنى من لجلة الاحتراف تعيد النظر في عملية اللاعبين ورواتبهم وقدمات عقودهم سن اللاعب معين مفروض اللاعب ما يصل للمبالغ هذه إلا هو في سن النوضج مشكلة كل الأمور اللي عندنا بصراحة تصير إلى المجهول رياضتنا مع الأسف حتى على مستوى المنتخب الأول نحن مبسوطين نحن باقي ماشيين في التصفيات لكن انت راح تصدم بأنك بتقابل استراليا بتقابل اليابان كوريا الجنوبية كوريا الشمالية يعني في السابق متى كان اليابان مع احترام عفوا تايلند مع احترام تقديري كوريا الشمالية المنتخبات هذه يعني كنا أيام الجيل الذهبي ناخذهم بالخمسة والأربعة والثلاثة حتى مستوى تفئات السنية ولكن الآن اللي حاصل مع الأسف أنه يعني عدم اهتمام إداري طيب الاختيارات لم تكن موفقة مع الأسف طيب كل الأشياء هذه كلها أدت إلى الخروج أنا في وجهة نظري أنه خروج متوقع يعني والآلية التي صايرة في المتبعة من الأخوان في الاتحاد لم تكن جيدة طيب أستاذ وايل خلينا أسمع منك أنت متأيد كلام أستاذ مصلح أن الهزيمة كانت متوقعة الخروج كان متوقع وقال كده بضط خروج كان متوقع شوف زميلي علي الخروج متوقع متوقع يعني مو بس الخروج يعني خفاقات الكرة السعودية يعني أكثر من عشر سنوات أو أكثر الكرة السعودية على جميع الأصعدة سواء المنتخبات سواء الأندي لا تحقق أي إنجازات يعني أنا أستغرب حقيقة يعني موجة الغضب الكبير اللي احنا شاهدناها اليوم يعني عقب خروج المنتخب في مواقع التواصل وكأنه منتخبنا يعني شيء بنحقق وإحنا تنافسنا فقط محلي ويليت على مستوى المستطيل الأخضر إحنا المنافسات يعني لدينا فقط يعني في الإعلام في المكاتب في هذه الأمور لكن أنت على مستوى المنجزات التي تحقيقها رياضة وطن بشكل عام يعني نسفت أم الكرة واقع علي هذا هذا واقعنا بأمانة يعني شوف إيش المنجزات التي حققتها الرياضة السعودية يعني حتى خلينا نكون صريح معاك حتى اتحاد أحمد عيد كما يعني يطلق عليه كثيرين اتحاد أحمد عيد ليس فقط اتحاد أحمد عيد هذا ثالث اتحاد لكرة القدم خلال العقد الأخيرة يعني قربنا ممكن يعني وقربنا من العقد ثاني ما في إنجازات للكرة السعودية يعني آخر منجز حققته الكرة السعودية كان متى فال2002 هذا المنجز اللي احنا بنسميه اللي هو 2006 عفوا يعني إذا كان يسمى التاه اللي كاس العالم إنه إنجاز لكن غير كذا اليوم المنتخبات الدول سبقتنا بشكل كبير وإحنا ما زلنا مكان نكسر يعني إحنا فقط نتباه بماضينا ونتباه أنه منجزات الكرة السعودية الوصول للقمم دائما يكون سهل لكن كيف تحافظ اليوم اليوم منتخبات أمثال كوريا الشمالية اللي كثيرين علي ممكن ما يعرف كوريا الشمالية بهذا الجيل بهذا المنتخب ليس بطولة الشباب الأخيرة بل قبلها كان بطولة الشباب بطولة آسية يعني فين إحنا اليوم على قول زميلي بنصلح اللعبين اليوم يعني جميعهم لعبين في الفرقة الأولى يعني أنا في حلقة سابقة هنا كنت أتمنى أنه في ظل الأسماء الموجودة في المنتخب السعودي أنه بكل أمانة بكل واقعية يعني يكون عندهم شوية إحساس ويحسوا شوية يعني على نفسهم يعني يعني يعطوا الكرة السعودية من وقتهم يعني يعني نحن عارفين أنهم دائما مشغولين ودائما يعني عندهم التزامات بحكم أنهم نجوم على مستوى عالي هم يرون أنفسهم كذلك لكن على أرض الواقع حقيقة يعني هم بعيدين كل البعد عن كلمة نجم النجم هو من يحقق المنجزات سواء لمنتخب بلاده في المقام الأول من ثم أنديتهم يعني نحن لا يوجد شيء يعني نحن اليوم جميع القنوات الفضائية جميع وسائل التواصل يوم حرقة جماهير يعني إلى متى السكوت إلى متى السكوت يعني حقيقة نتمنى من الأمير عبد الله بن مساعد هو مثلا القائم على هارم الرياضة في المملكة العربية السعودية أنه يعني يكون هناك اجتماع حاسم وعاجل لمراجعة ما يحدث في اتحاد كرة القدم بكل أمانة أي نعم نحن ضد تدخل الحكومي في كرة القدم لكن علي أصبح اليوم أتمنى أننا نعود لما كنا عليه سابقا يعني نحن في زمن الهواء وفي بداية الاحتراف الإجهازات السعودية تتوالع على جميع الأصعد بس الوقت اختلف اليوم نتباه وعلي الوقت اختلف حتى أول إذا أنت ترجعني الأول مثلا الأول تايلند على قولة أستاذ مصلحة قبل شوي كنا نأخذها بالأربعة الخمسة وأنا أضيف عليه نأخذها بالروح بالجاية أربعة خمسة تايلند كرة شمالية الآن تايلند كرة شمالية كرة شمالية اللي تاهلت وأنت اللي جلست الكرة اختلفت الكرة اختلفت ولا الرياضة عندنا في المملكة هي اللي اختلفت الاحتراف نحن عندنا انحراف ليس احتراف علي أنت إيش اللاعب المحترف اللي بتعطيه من بعد المغرب للعيش اللهم زيدوا بارك احنا ما بنحسد احد على رزقهم لكن انت لابد انك تقدم وتعطي على قدم ما بتاخد هي مسألة ارتفاع عقود وفي النهاية اذا اتحاد كرة القدم مديون الاندية الكبرى الاندية الكبرى مديونة فما بالك بالاندية بعد ذلك يعني انا اتوقع اذا سمحوا بالقروض اعتقد جميع اندية دوري عبداللطيف جميلة الموسم المقبل هتاخد قروض وسيتبعها اندية الدرجة الاولى والثاني يعني لابد ان يكون هناك بعد نظر لابد ان يكون هناك فكر في ما تدار بين رياضة السعودية اعتقد يعني احنا وصلنا الى يعني ام الكوارث حقيقة ليس فقط خروج من بطولة يعني انت خروج من بطولة وخسارة بطولة هذا امر اصبح متعود امكن الشيء المستغرب كلمة مبروكة اليوم في رياضتنا على مستوى المنتخبات او المستوى الاندية في المشاركات الخارجية لكن كلمتها اعتقد انه اصبحت هي الكلمة الدرجة ولحد يلون بعد كذا الجماهير لو ابتعدت على المنتخب وساندت المنتخب من منشاهد يعني حقيقة من فرق البراعم الى الفريق الاول لا الجماهير ان شاء الله تزيد تعطش وراح تدعم وتكون واحد من اهم الدواعم لعودة الكورة لكن خلينا انقل فكرتك هذه الاخيرة للاستاذ مصلح استاذ مصلح الان بكلامكم انتم قاعدين تتوجهون لللاعبين بس اللاعب طرح مرة 23 سنة يعني هو يقول انت في الصلي وانا ألبس اليوم شفناهم اداءهم كانوا حلو مرة كانوا كويسين كانوا يقاتلون وكانوا يلعبون بس ما في خطة اليابان اليوم كأن السعودية منتخبنا قاعد يلعب قدام بلاي ستيشن ما في هجمة الا مخططها بشكل صح لاعباتنا مساكين كانوا يلعبون ضايعين في النهاية انتم تلمون اللاعبين ام من اللي يدير اللاعبين انا اوجه جزء لللاعبين على اساس لازم انا كلاعب يكون عندي روح الوطني غض النظر عن وجود ما كانت فيه ما شفتها اليوم لا اكيد فيه بس ما كانت بالطريقة اللي احنا تمنيناها يعني من تشوف اللاعبين في اندياتهم اختلف اداهم عن في المنتخب يعني بكل صراحة يعني انا في لاعبين يحرثون الملعب مع اندياتهم حرث ومع المنتخب اليوم يعني ممكن ما عطى 50% انا ما اقول امس استاذ مصلح امس بالضبط استضافت الدكتور عبداليزر خالد مدرب استضافت سعود الحماد لاعب سابق اسمان معروفان في مجال الكورة نعم حاولت ان اوصل لهم يعني فكرتك اللي انت تقولها قبل شوي ان اللاعبين في اداءهم للمنتخب غير اداءهم في الفريق قالوا لي ابدا مستحيل فكرة هذه غلط لا لا الفكرة اللي تراج هذه غلط والدليل يعني فهمت من كلامهم شاهدوا في مبارات اليوم انا شاهدتهم اليوم في جزء من القتالية ممكن اقول جزء من القتالية ولكن انا اقول لما نجي اللاعب الآن اعطي المنتخب كل شي عندي اليوم يعني اخطابة ديهية الاهداف اللي هدف تايلند اتكالية ويعني هدف يعني ما يدخل فيه حتى معليش مع احترامي فريق يعني حواري فيه العدم يطيل عمر الهجمة ايضا كان القامدي هاجم فيها ويعطيها العمري ومتسلل وين ابجديات وين ابجديات الكورة انت ما دربتهم صح غض النظر هذا التدريب انا احمل الاتحاد السعودي تغيير المدرب فيه مدرب مشتغل معهم اللي هو بندر الجعيذين ومع المساعد يوسف العمبر نعم فهذولا الاثنين كانوا ماسكين الولمبي وامشون فيه في الطريق الصحيح حتى والاندية ترفض تعطي لاعبينهم وكانوا يؤدون اداة جيد حتى انهم حصلوا على بطولة الخليج ولكن مع الاسف جاية المدرب هذا وفي الوقت هذا وتغيير حتى يخلق مشاكل داخل الفريق يعني فانا استغلب عدم التغيير يعني بالعكس ممكن اللاعب يكون مع المدرب الوطني اكثر روح اداة المدرب الاجنبي بيجي ياخذ عقده ويخذف الوسقه ويمشي لكن المدرب الوطني اعتقد انه يعني باقي عنده الوطنية موجودة بس مو مر مالية وخلاص انا ما اقول للاعبين انا اللاعبين اتمنى اوجه لهم يعني رسالة بالذات اللاعبين الصغار في السن انه يهتمون بانفسهم ومهاراتهم وان شاء الله عندنا جيل قادم جيد ولكن كم الاسم؟ اتحاد السعودي يطوي العمر انا والله اكلهم كل تقدير واحترام واحمد عيد من الناس المقربين مني ولكن مع الاسف من استلام الاتحاد السعودي الى الان ما شاهدنا اي تطور او اي انجاز للرياضة السعودية بالعكس يعني احنا انا ما زلت اقول وعيد وزيد انت وجهت الاخوة السؤال قبل شوية قلت ليه تايلاند تفوز علينا ليه كوريا تعادلنا الشمالية لان في عمل طب العمل انا برجعلك اذا بتعطيها نسبة سبب خروجنا كم تحمل اللاعبين وكم تحمل المدرب وكم تحمل الاتحاد السعودي احنا بقى الجمهير الان قاعدة تسأل بعد الخروج هذا المور قاعدة تسأل من السبب 40% المدرب اعتقد انه انا احمله الجزء الاتحاد السعودي 60% مع الاتحاد السعودي لانه هو المدرب ما لذنب الاتحاد السعودي اللي جايبه فانت لما تجيبني انا كرجل اعمل انت تتحمل اختياري تحمل لانك جيبتني في الوقت هذا كل اشياء هذه هي عملية من الاتحاد السعودي انا ما اقول تعال تعاقد معي كمدرب ابدا فالمشكلة كلها انا اعتقد انه عدم دراسة عدم يعني خطة للدورة هذه عدم تفكير في انجاز للرياضة السعودية اللي احنا محتاجين من سنوات طيب والنجار خلينا نساكلة في السؤال الاستاذ مصلح يقول الان 40% على اللاعبين و60% على الاتحاد السعودي المدرب هنا اخلى مسئوليته وانا برجع لابد شوي ليش اخلى مسئوليته وبينما اللاعبين اللي يعتبرون يعني صغر بالسن ووجهون حملهم 40% لكن عطيني انت النسبة الان الجماهير قاعدة او المشاهدين جميع الرياضيين قاعدة يتسألون من السبب في خروج منتخبنا كم تحمل انت نسب شوف علي معليش ممكن ما احط نسب معينة لكن بشكل عام الاتحاد السعودي هو من يقود المنظومة بشكل عام يعني انت اليوم اللاعبين هذول اول مرة يتجمع ويشاركوا مع بعض في هذه البطولة هما ينعم يعني كانوا شاركوا في بطولات يعني استحققات مع منتخب الشباب لكن طيل التواجد الكابتن بندر الجعيث هؤلاء اللاعبين لم يكونوا موجودين هذول اللاعبين ما عنديتهم وفي نقطة أخي علي إذا ما تتكلم عن لاعب 23 سنة أعتقد هذا هو سن النضج للاعب كرة القدم في العالم كله يعني إحنا اليوم يعني حتى دولي الأولمبي هذا مانع عادة فيش الهدف من وجوده هذا الدولي بكل أمانة يعني اللاعب الشاب في أنديت العالم من 18 سنة يكون اللاعب في الفريق الأول أو 19 سنة إذا اليوم 23 سنة هو لا يشارك في الفريق الأول أنا إش أحتاج في هذا اللاعب اليوم جميع اللاعبين يعتبروا صفوة وجميعهم في أنديتهم يعني بيشاركوا أساسيا في أنديتهم وغير كذا أنت بتسمع أنه في بعض اللاعب اللاعب اللي شاركوا اليوم مطمع لأنديا كبيرة بعشرات الملايين لكن أنت العطاء داخل المنتخب لكن في الأساس في الأساس يعني إتحاد السعودي مدام هو من يقود المنظومة الرياضية لدينا ومن يقود المنتخبات أعتقد هو من يتحمل جزء الأكبر فيه اختيار المدرب فيه تأخير يعني قامت معسكر لهذه أتقول للأنديا رافضة كما استطاعت أنك توقف الدوري وتأخذ اللاعبين يعني عشان يشاركوا في هذه البطولة كان بإمكانك استدعيت اللاعبين وقمت معسكر وقمت مباريات واستعديت لاستعداد الأمثل التي تقدر تشارك فيه في بطولة ومحفل هام مثل هذا يعني ثاني أهم بطولة بعد كاس العالم هي الأولمبياد أعتقد طيب إذا أنت نقول لحنا نحظم اللاجرنا في نتائج منتخبنا حقيقة الله المستعان إذا أنت تخلي مسؤولية واقعي لرجعك مرة ثانية مسؤولية المنتخب أنها تعطيها أو تخلي اللاعبين تقول مثلا من نسبة وانت ما حبت تفضحها لكن النسبة الأكبر بالنهاية تعطيها المنتخب أنت كيف تفسر ظاهرة الابتسامة اللي قاعد يوزعونا للاعباتنا في مبارات اليابان وفي مبارات اللي قبلها إيش السبب برايك ولا على قولة المثل شر البلية ما يضحك أنا فسرتها كده أنت ش تفسرها والله إذا شر البلية ما يضحك أعتقد أنه اللاعب اللي يبتسم يعني في خسارة أو تلقي هدف في مرمى سواء في نادية أو في المنتخب أعتقد أنه الشعار اللي يلبسه كبير عليه بكل أمانة يعني الناس بتنحرق والناس يعني ما بأقول لك أنه في بعض الجماهير مساكين يعني بنسمه حالات عصبية وحالات ممكن توصل إلى الضغط وأبعد من ذلك وكل برود وكل ابتسامة أو زيع ابتسامات في الملعب يا جماعة لازم يعني لا بد أن اللاعب يفهم حاجة مهمة شعار المنتخب علي ممكن نحن نتذكر ممكن يعني والأستاذ مصلح يتذكر زمان مو أي لاعب يلبس في لينة المنتخب يعني أنت بتقعد ممكن تنحرق موسم كامل أو موسمين عشان توصل للمنتخب اليوم أنت من مباراة واحدة يعني حرام الجحسن حقيقة يعني للجمه مو معقولة يعني أنت محترام الشديد أنا أقول لك إياه بكل أمانة اللي ما يحس بحرقة الجماهير ولا يحس بقيمة الشعار اللي يلبسه سواء في المنتخب في المقام الأول أو في نادي أنا أعتقد أنه بكل أمانة أقول له يعني وجودك في الفريق سواء منتخب أو في نادي أعتقد أنه أكبر منك بشكل كبير لأنه في ناس بتنحرق وفي ناس بتدفع الغالي والنفيس طيب لكن هذول اللعبين أعتقد أنه ما يستحقوا يرتدى هذا الشعار طيب أستاذ مصلحة أرجع لك نفس السؤال مدى منه أنت حتى بنفس الوقت اللي أتيت بالعبارة معنا وهي فعلا كانت متار استفهام للعديد من المشاهدين والعديد من المحبين اللي كانوا السعودية سبب الابتسامة يعني ليش كانوا يبتسمون لعبتنا يعني أنا أخذتها وقت ما أقول شر بنيتي ما يضحك كأنه شافوا فارق الكورة بين لعبهم بينهم من اليابان ما يقارع لذلك صار واحد منهم المسكين يضحك منذ يقول طرحنا ضائعين وليش رايك الله يشوف الأول شيء فيه أمور يعني أنا ودي أتكلم عنها من بداية أصلا وصولهم من قطر أولا منعوا اللاعبين من التصاريح وهذا غلط أيضا رئيس الوفد اللي هو خالد المزوغي ما طلع للإعلام جميع يعني الدول الأخرى كان رئيس الوفد يصرح اللاعبين يأخذون تصاريح وهذا يضلت ضغط ليش غلط برأيك وانت رئيس نادي سابق ذا الحين أنت لما تعز اللاعبين وتعزل يطوي لعمر الفريق ما تعطيهم هذه طلوعهم ولما يطلع اللاعب ويتكلم وأمام وسائل إعلام أخرى تعطيه الثقة تعطيه الروح لكن هذه نوع من أنواع الضغط تحجين من الاتحاد على اللاعبين يعني كيف أنا لاعب ما أصرح أدخل ملعب مثلا وأنا وأنا مضغوط وضحت وضحت خليه يا أخي عادي خلي اللاعب يصرح خليه ينزل اللوبي خليه أعطه الثقة لكن مع الأسف اللي صار من وصولهم للقطر كان شي غريب بالنسبة لللاعبين أنا ما زلت عند رايب مع الأسف احنا احترافنا أعطى اللاعبين يعني هذا أرزاق والله يرزقهم ولكن الاحتراف في كل لاعب يعني النعمة اللي جاءتها ما يقدرها ودليل فيه لاعبين كثير بدأوا بداية وأنتهوا اللاعبين مع الأسف يعني صاروا ولاهم الأنديتهم أكثر من المنتخب المنتخب أي لاعب صار بيوصل له بكل سهولة مثل ما تفضل الأخوة يعني العكس فيه لاعبين ما يبغى يلعب في المنتخب يدعي لإصابة أو أنه مثلا يا أخي تعب ومعسكرات والأمور هذه كلها طيب أول اللاعب إذا مضم للمنتخب يعني إيش أقولك يعني كان شي عندها من الأشياء اللي مثلا يتمناها في حياته الآن نوصل بكل سهولة طيب هذه مشكلة إحنا لازم نزرع حب الوطن عند اللاعبين غير الأندية لازم نعرف أن هذا وطننا وهذا شعارنا وهذا إحنا كلنا المنظومة الرياضية كلنا نشتغل لرفع علم وطننا في المحافل الدولية هذا الشيء اللي نبغاه لازم نزرعه في لاعبيننا من الصغر حلو قولة الوطنية والوطن تريز علوم منها كثير وتحسسوا منها كثير يقولون لا تقدحون ما لدخل وطنيتنا أنا ما أتكلم عنهم أنا أتكلم عن اللي حاصل الآن الوطنية ما حد يشكك فيها وأنا أخوك ولا عادي يعني يقول مثلا أني أنا كلاعب ماني ببطني لا أنت وطني وعلى عيني وراسي ولكن أنا أبغاك لما أنت تجي تلبس الفنيلة هذه أبغى لاعب داخل الملعب أي واحد بيلبسها يا طيل العمر أي واحد بيتحصل عليها لكن اليوم أنا ودي أخدم وطني في المكان وين المكان أنك تمثلني أنا كمواطن أنت ذا الحين جالس تمثلني كلاعب نحن ما أقول كل إنسان عنده وطنية ولكن أنا لما أجي يا أخي أبغى اللاعب اللي يمثلني في أي محفل سواء على مستوى يعني الألعاب الأخرى سواء المجالات الأخرى اللي بيرفع علم بلدي في أي محفل آخر غير رياضي هذا يا أخي نحن نقول لها ألف شكر ولكن مع الأسف اللي صاير في الآونة الأخيرة من جهازات السعودية يعني مع الأسف أنه الموضوع اللي صاير في الرياضة السعودية طي انتهى بصراحة حتى رياضتنا نحن جالسين نضحك مع الأسف يعني على بعض دورينا أفضل دوري وإن احتراضنا أحسن احتراض وإن لجاننا أحسن لا 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 لازم نعترف إن عندنا قصور كثير ونبدأ نحلها حلو شوف إحنا الآن يعني أكيد أنه آثار الهزيمة بينا علينا وضايقتنا صدورنا ونبحث عن الحل ونتلمس الحل لكنه إحنا دورينا أحسن دوري بالضبط أفضل ثاني سوق يعني سوقية دورينا المحلي على مستوى العالم هذا صحيح في بعض الفجوات في بعض الأخطاء اللي إحنا نبحث عن علاجها وحلها واحد من أهم الأسباب لعلاج الحل للوصول للحلول هو الاعتراف بالخطأ أنا الآن بين يديني واحد من الأمور اللي تميز فيها برنامج الملعب وعلى وجه خصوص زمين المراسل لبرنامج الملعب زمين راشد القعود فقد استطاع أن يحصل على بعض التصريح خلينا عنوانها بين قوسين النارية من أحد المسؤولين المتواجدين على رأس المنتخب الآن المشارك في الدوحة الشخصية طبعا لا بد أن نعلم عنها لأنه اللقاء يعني ما رح نحلقها اللقاء رح يدعم الشيطة الله تعالى في حلقة يوم الغد لكنه الشخصية هي الأستاذ صالح أبو النخاع مما قاله نعطيكم شوي بعض رؤوس الأقلام عن اللقاء مع زمين راشد القعود قال واحد للأسف أتتنا لجنة غيرت خططنا كاملة وأصرت على مدة المعسكر القصير خوذة واحد خلي بقراها لكم كلكم أبقراها لكم عليكم اثنين وكم ضيفون كرام والعزائل المشاهدين الكرام لكنه أنا مراحق كل النقاط ما نبغى نحلقها نبين نأجلها بكرا مشاهدة الله لكن خلينا أعطيكم نقطة أخرى قال سالصالح أبو النخاع وهو مدير المنتخب طبعا الأولمبي قال للأسف هناك رؤساء أندية ومسؤوليها كانوا يتصلون بلاعبي المنتخب ويسألونهم متى عودتكم ومتى حجزكم يلا أول مراحل العلاج الاعتراف بالخطأ هذه الآن واحدة من الأثار الإيجابية اللي بتخلينا إن شاء الله نعيد بالقاطرة بمسارها الصحيح خليني أرجع لك واحد مرة ثانية بنقطة أولا قال هناك لجنة أتت وغيرت خططنا كاملة وأصرت على مدة المعسكر القصير طبعا أنت عارف بالضبط هو يقصد مين بكل أمانة إذا أنت المشرف العام على المنتخب وسمحت بهذا التغيير المفروض أنه يكون لك وجهة نظر قبل حتى انطلاق البطولة يا علي أنا ما أحتاج التبريرات هذه بعد خسارة البطولة وخروج من البطولة أنا كنت أتمنى من الأستاذ صالح هذا الحديث القوي وهذا الحديث المهم سواء هذه النقطة والنقطة الأخرى حق رؤساء الأندية تمام أنه كانت قبل البطولة أو حتى أثناء البطولة عشان نحن نوضع يدنا على مكمن الخلل اللي حاصل لدينا الكل عالف يعني أنت اليوم وقفت المسابقات المحلية من أجل تجهيز المنتخب للأمبيل المشاركة في هذه البطولة المواهلة للأمبياد ليو دي جينيرو طيب يعني أنت كان بإمكانك أنك تأخر يعني تأخذ اللعبين من أنديتهم ويكون هناك استعداد وخور مباريات ودية قوية قبل البطولة حتى تكون يعني أكتم جاهزية علي أنت يعني في حديثك مع الزمين المصلح قلت نقطة يعني أنت بتقول أنه 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 اللعب المنتخب كان بشكل قوي يعني إحنا اللعبنا ترى مع الصف الثالث المنتخب الياباني والفريق متأهل الياباني اللعبين بيلعبوا بقل مجهود وإحنا وجدنا صعوبة أساسا للوصول لمرماهم يعني في مرات كثيرة أنا ما قلت بشكل قوي أنا قلت كان في قتالية أنا قلت كان في قتالية حتى بعد ما قالوا لي يعني قالوا في قتالية يأكدون أنا ما حب أن أنسب أي شيء لي لكنه أرجع ودي ما تطلعني عن نفس النقطة الأخير اللي أنا قلتها قبل شوية لكن شوف علي بكل أمانة واصل موقف شجاع كنت أتمنى كنت أتمنى منه أنه يكون يعني أثناء البطولة أو الضب البداية أنا هذا اللي بأسألك بالضبط هذه النقاطة المهم أنا هذا اللي بأسألكها بالضبط موقف شجاع شوف علي مسألة التبرير بعد الخروج ولا بعد الخروج موقف شجاع ما يقدمه لأي آخر نفس خليني أخذ السؤال هذا كذلك وعطيه الأستاذ مصلح أستاذ مصلح والزميل اللي يقول موقف شجاع أنتش تسميه موقف شجاع أنك تجي بعد البطولة تتكلم ولا خلال البطولة تتكلم وقد يكون يطلع لك أحد يقول لك ليش تتكلم خلال البطولة تربك العمل أنتش رأيك لا لا أول شيء أنا أعرف أبو محمد صالح أبو مخاء أنا أعرف الرجل أنه رجل قوي ورجل دائما نحب العمل ولكن أنا أبو محمد ما عليش تحملني شوية كنت أتدام أنه ما أحد يتدخل في عمل أنت المشرف العام على كرة القدم وأنت من يعد الجدولة وأنت من أختار الإداريين وأنت من أختار المدربين أتمنيت أنه عند تدخل في عمله أنه يعني كان حما نفسه أقل شيء بأنه فيه تدخل وإذا صار أي نتائج سلبية أنا ما أتحملها كمشرف عام على كرة القدم أو تيجي الآن أنك يعني بعد البطولة وتقول هناك تدخلات كأنك تقولون أنا مالي دخل يا جماعة اللي فيه ناس اللي جناجات وجات وخربت شغلي كله وهذا شيء أنا ما صراحة ما كنت متوقع من أبو محمد لأن أبو محمد اللي حتدخل في عمله أنا أعرفه أنه يقدم استقالته ويطلع لأنه أنا خططي أنا خططي قايم فيها وشغال فيها ما أبو أحد بعدين حاسبوني بعد البطولة إذا مثلا عملي كان فيه قصور حاسبني بعد البطولة فأنا أستغرب تدخل في عمل الشخص هذا وهذا الاتحاد السعودي في جميع التخصصات ما هو بس اللومبي في كل شيء فيه هناك تدخلات وفيه هناك مشاكل ولكن مع الأسف أن الأعضاء اللي في الاتحاد السعودي ما حد يتكلم طيب أكيد أكيد المفروض أنه سيكون مستقبلا من هذه اللحظة فيه ورش عمل وفيه محاضرات فيه جلسات وفيه لا بد يكون مثلا ما كان فيها ثواب أنتهى وقتهم يا أخي علي أنتهى خلاص باقي سنة ما أدري ليه شهر متى ورش ومتى أنتهى شهر ثماني أعتقد أنت العهد حق الاتحاد خلني شوف دائما الجانب المضي خلني شوف دائما الجانب الملئ بالكوب نقول عن مستوى الكرة السعودية ولازم عن مستوى الاتحاد لكن نتمنى مشاهدت الله تعالى أن تعدل الأمور أبغى بس تعليق بسيط بأقل من دقيقة منك أستاذ وار ومنك أستاذ مصلح خليني بشكل خاص منك أستاذ مصلح لأنني كانت رئيس نادي سابق الرئيس وقت ما يدق على لاعب منتخب يمثل في مشاركة مهمة يعني وقف الدوري بسبتها يتصع اللاعب يقول له متى ترجع أحجز لك تذكر أم لا أحجز لك تذكر أشي بي هو أشي قصد محركة هذه أشوف أنا ما أعتقد يعني ممكن تصير بس صارت أولا هذه أعذار لازم نجدها نجدها من الاتحاد يطيل العمر لأن في رأس عندي تصل ممكن ممكن أنا كرئيس نادي يعني هل عندك حقز بعدا في حالة خرجتو مثلا أو وصلتو النصف النهائي ممكن سؤال فقط إحنا ما نعمله عذر أنه يعني إذا الحين اللاعب مثلا هل هو وصل هل هو وصل لللاعب برسالة بأنك لا تفوز أو أنك تكاسل وتطلعون من البطولة لا هنا هذا الشيء اللي إحنا نبغى نوصل خل إن شاء الله ما قال له والمفروض أنه ما يقول له يعني لا مفروض أصلا نتصل عليه أنا في وجهة نظري بالضبط أنت أوك اللاعب أوك اللي بأين أيادي المنتخب ليش تتصل في هذا الوقت أنا أتمنى إذا كان في شجاعة من الاتحاد ما يقولون أعضاء الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني والرئيس الفلاني ويعاقب من كان فيكون من قبل الرئاسة العامة رئية للشباب من قبل الأمير عبدالله بمساعد لأنه أنديات في ظل تحت منظومة الاتحاد الرئاسة العامة رئيسة العامة رأت يوم يتصل رئيس نادي في لاعب ويقول لها متى ترجع ويقول لها حجزتهم لما حجزتهم واش يبي سلامات والله شوف علي شر البلية ما يضحك يعني يعني اتوقع لو كانت أهل المنتخب هل كانت الأمور هذه ظهرت يعني شوف شجاعة الأستاذ صالح بن خاع فهذه المواضيع أظهر أمام الجميع الآن خرج المنتخب يعني خلاص ما في شيء ما في شيء نخسر أكثر من كذا تدخلات في عملك غيرت جدولة المنتخب واليوم رؤساء أندي بعض رؤساء أندي يتصلون على بعض اللعبين مثل تصريح يعني صالح تمام أظهر أقول من هم الرؤساء هؤلاء من هم اللي اتصلوا على اللعبين ومن اللاعب اللي جاءك وقال لك رئيس نادي يكلمني لكن إنها أخشى أخشى إنها تكون شماعة من الشماعات الكثيرة اللي يتم تعليق عليها أخطاء وتبرير الخروج وتبرير الخسارة هذا اللي راح نشوف مشاهدة الله تعالى مع بقية المشاهدين الكرام والمهتمين برياضة السعودية بحلقة يوم الغد مشاهدة الله تعالى بشكل خاص سنستعرض لكم التصريح واللقاء وسنستقبل حسب ما وصلني الآن متأكدات كذلك اتصال من أستاذ صالح أبو النقاع بنفسه للتوضيح أكثر حول العديد من النقاط وحول بشكل خاص هذه النقاط التي برزت من على لسانه وهو الرجل مفترض اللي يعتبر الأول في وفد المملكة العربية السعودية المشاركة في هذه البطولة في نسختها الحالية فيما تبقى لنا أعزائي المشاهدين الكرام ضيوفي الكرام من وقت في حلقة هذا اليوم نستعرض لها نياكم كذلك المستجدات الأخرى المستجد الآخر يتعلق بنادي النصر ونحن عارفين أن فرقنا المحلية عادت في ركب سيرها في البطولات في المسابقات المحلية فتتحت هذا اليوم مسابقة كأس الملك بلقاءين النصر واحد من أهم الأسماء الحاضرة في مشاركة المسابقة الملكة أو في الدوري ولو أن حضوضها تقلصت في الدوري ولكن فيما يتعلق بأخبار نادي النصر فقدشنا رئيس نادي النصر صاحب سمو الملكين من الفيصة بالتركيب النصر لمركز الإعلامي بالنادي بعد إعادة تطويره بدعم من عضو هيئة أعضاء شاره أستاذ منصور أثواب حيث تجول سموه بالمركز واستمع لشرح من مدير المركز الإعلامي أستاذ حمود العصيمي عما يضمه المركز من أركان تحكي تاريخ النصر منها ركل البطولات والذي يضم توثيقا لبطولات فريق كرة القدم مع صور للنادي في مناسبة حظية برعاية ملكية وركن للعالمية الذي يتضمن توثيق مصور وهو بمناسبة أن تفرد نادي النصر عن غيره من أندية القرأسوية كأول سفير لها في أول بطولة الأندية العالم زميل وايل القحطاني حضر هذه المناسبة وعد لنا تقرير مع صاحب السمو رئيس نادي النصر ماركينيوس مو برجعنا بس كذا عشان نرجع كان معروض علينا من فرق كبيرة زي كورينتيانز وسانتوس وفيه كم فريق في الصين وأقل مبلغ وعرض علينا هو أربع مليون دولار لكن حنا فضلنا الناحية الفنية وحنا جربناها الفترة الشتوية قليل ما تجيب لاعب في الفترة الشتوية إلا أنك تدفع مبالغ طائلة عشان طلعة من فريق اللي هو فيه أن اللاعب ينجح نجاح كبير فجربناها لنا سبع سنين في نادي النصر جربناها كثير وما توفقنا فيها فاللاعب كان مقدم مستويات مذهلة صراحة مع سانتوس والمدرب في بداية عشان يكون واضح للناس كلها عشان الناس لا تعرف وش اللي حصل بالضبط في الفترة الشتوية بالنسبة للمدرب أنه كان يبغى محور متقدم أي نعم كان يبغى محور متقدم لأنه ما كان يعني مرتاح مية في المية لوضع إبراهيم غالب في السابق وعوض خميس لكن لما شافهم في التمارين وفي المباريات التجربية اتطمن المحاور اللي عندنا ممتازين يعني وارتاح لها الخانة ففضل نأتي بلاعب يلعب على الطرفين ويقدر يلعب مهاجم ثاني فأردنا على أسامي كثيرة من ضمنهم ماركينوس فاختار ماركينوس لما نادي النصر ياخذ قرض وكي القرض خلينا أشرح لكم وش القرض بالضبط وكيف القرض احنا عندنا مداخل من التلفزيون السعودي سنويا العام لما حققنا الدوري قبل العام لما حققنا الدوري النصر خذ 34 مليون ما بين 34 مليون و 35 مليون فكل سنة بتستقطع 10 مليون منهم التمنت بخسران يعني في الأخير جايتك بعد على الخمس سنوات القادمة لكن عشان نحل مشاكلنا الخارجية المهمة والكبيرة احنا والأندية الأخرى فضلنا مدام نادي الاتحاد سواها حلنا نسويها بعد عشان نحل الأمور الخارجية هذا بالعكس يريح نادي النصر من مشاكل حتى لو فيصل بتركي موجود جاءت إدارة قادمة ما حيكون عندها مشاكل في الفيفا فهذا لإراحة نادي النصر فليت فلسف يقولون نحمل النصر ديون هذه ما هي تحمل النصر ديون فلوس جايتك عقد الام بي سي باقي ل 9 سنين من المسجدات كذلك عزيزي المشاهدين في حلقة هذا المسافة قد تغلب المتخف السعودي الأول لكرة اليد على نظير اللبناني بنتيجة 32 مقابل 13 ضمن مباريات الجولة الثالثة مباريات البطولة الأسيوية 17 لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم في فرنسا التي تستقام في فرنسا العام 2017 ميشة الله يميلادية والتي تحتضن مملكة البحرين واستعاد المتخف السعودي هيباته وتوازنه عقب التعادل أمام الإمارات طبعا خلينا أذكركم بس المباريات القادمة أو قبل ما أذكركم أنه المباريات القادمة ستكون مواجهة ما شاء الله يتعالى يوم بعد غد الخميس للمنتخب السعودي مباريات الحقيقي للأخضر للوصول لكأس العالم حيث سيصل في حال فوزي للنقطة السابعة وستبقى له مباريات الأخيرة من مستضيف البطولة الأسيوية المنتخب البحريني يوم السبت المقبل ولذلك يسعى القائمون على المنتخب أن يحظى الأخضر بنقطتي الصين للابتعاد عن حسابات ودخول في لقاء البحرين بمعنويات كبيرة وقد تلعب نتائج مباريات الأخرى لصالح الأخضر السعودي أستاذ وائل أعطيني بأقل من دقيقة أهمية الحضور الجماهيري وبهمية البطولة هذه إذا ما قلنا خليها تعوضنا شوي من الضربات التي قاعد نشوفها ونتعرض لها على مستوكرة القدم شوف علي أنا تابعت البطولة تابعت مباريات المنتخب الثلاثة هي منقولة في القناة الرياضية سواء مباريات إيران أو حتى التعادل على إمارات ومباريات اليوم يعني أجزاء منها يعني منتخب حقيقة يعتبر من أبرز المرشحين التي تاهلوا لكاس العالم أصلا منتخب اليد السعودية في السنوات الأخيرة يعني يعتبر من أبرز المنتخبات في هذه اللعبة في القارة الأسيوية بشكل عام منتخب يملك القدرة حتى إن شاء الله مباريات الصين المنتخب قادر بحول الله تعالى بتكاثف الجميع قادر على تجاوز الصين يعني بإذن واحد أحد يعني أنه دائما مشكلتنا أنه في ألعاب أخرى يتحقق إنجازات يعني للوطن هي اللي مالي الدنيا ضجيج يعني إخفاق كرة القدم ينسينا الألعاب الأخرى لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى لحمبارك للأستاذ ترك الخليل ورئيس الاتحاد كرة اليد وللأجهزة الفنية والإدارية واللعبين إن شاء الله يعني الخميس ويوم السبت والتاهل لكاس العالم بحول الله تعالى بمشاهة الله تعالى وذكركم أعزائي المشاهدين الكرام وخصوصا الجماهير القريبة من دولة البحرين الشقيقة وهم سكان المنطقة الشرقية العزاء أن المبارات ستقوم بمشاهة الله تعالى يوم الثلاثة الساعة الثالثة عصرا والمبارات التي بعدها ستوافق يوم السبت الساعة السابعة مساء بمشاهة الله تعالى أستاذ وائل اسمح لي أنه ننهي تواصلنا معك في حلقة هذا المساء لعدر فني أشكر لك حضورك في حلقة الملعب شكرا أستاذ وائل شكرا لك أخو علي والشكر موصول للزميل المصلح والجميع المشاهدين الكرام أستاذ مصلح تبقى معنا للحديث حول آخر مستجد معنا في حلقتنا لهذا المساء والمتعلق إذن بافتتاح بطالة كأس الملك في هذا اليوم فقد نعبت هذا اليوم إذن مباراتان فقد جمعت إذن المبارات الأولى فريقي الجبلين والعروبة استطاع من خلال المبارات فريق العروبة أن يكسب المبارات من يتيجة ثلاثة لهدف واحد وبرات الأخرى جمعت بين فريقي أبها والشعلة واستطاع فريقي الشعلة أن ينتصر بنتيجة هدفين لهدف واحد نطلع لشاهدة ملخص يا شباب في وقت نشاهدة نطلع لمشاهدة ملخص حول المباراتين وبعدها نرجع للتعليق مع أستاذ مصلح المسلم ضيف حلقة لهذا المساء لكن يعني بيإمكانهم أنهم يعودوا مرة تانية وأدي المينية حلوة وحولة وأدي كورة فيها كورة وأدي لمسة لكن محمد فريق والأول الأول حسين معاد يسجل الأول الأول لصالح العروبة وهنا الخبرة بقى اللي اتكلمت عليها وحسين معاد يختفي الأول في الدقيقة ستة وعشرين لمصلحة نادي العروبة يعني وأدي بينية حلوة حسين معاد راح انفراد 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 والتاني التاني لكن البينية أحلى البينية أحلى والتاني من حسين معاد اللي بيسجل التاني لمصلحة العروبة حسين معاد لكن بينية حلوة يعدي لكن هنا بقى الضغط كويس وابلو داني يستخلص قبل بشارج دي عسلت بادر المرشادي عدى كويس لعب العرضية فيها أخطورة وأدي محاولة نسل التسديدة يا ولد الأول الأول على طول على طول يسجل الأول راضي زايد راضي زايد يقلص النتيجة للجمالين هو اللي بيشارك فيه الوقت الحالي علي الكورة التالت التالت على غفلة على غفلة مشارش ديع مشارش ديع يغطف التالت في العروبة أستاذ مصلحة المسلم والأعزاء المشاهدين الكرام نطلع نهايكم كذلك لمشاهدة الملخص حول مباراة الثانية جمعتما بين فريقي أبها والشعلة شعلة إذا نستطاع أن يقسم مباراة في انتيجة هدفي للا شيء أمام الفائز مباراة الغد مباراة الدعية والنصر بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي محددك ومحمد خالد النفيسة وإن شاء الله نستمتع في هذه المباراة سويا في دور الثنينة الثلاثين بين الأبها بلون الأبيض الكامل والشعلة بلون الأخضر الكامل أستاذ مصلح أنت كقائد لفريق النجران سابقا تعرف وقت ما تواجه فرق المقدمة في المسابقات المحلية حجم المنافسة القوية التي تواجهونها كيف شاهد حظوظ فرق دور الدرجة الثانية وفرق الدور الدرجة الأولى لكن الأقل تنافسية وحظوظها أمام إذن أبطال لبالعادة يحققون مسابقات مثل هذه أولا مبارك للفريق الشعلة وفريق العروبة وأعتقد أنها نتيجة كانت متوقعة بأن دائما بارات الكؤوس دائما يكون فيها مفاجآت ولكن في ظل الفوارق الفنية بين الأندية أعتقد أنها كانت اليوم نتيجة عادلة الحقيقة أنه دائما بارات الكؤوس يكون فيها مفاجآت ولكن مش المفاجآت اللي مثلا يصل الفريق إلى النهائي أو مثلا فريق درجة ثانية أو درجة أولى أو أحد الأندية اللي في الوسط في دوري جميل أعتقد أنه دائما الأندية اللي دائما توصل للمباريات النهائية أو الأدوار المتقدم أعتقد أنها دائما الأندية يعني الأندية الكبيرة المفاجآة مستبعدة يعني في ظل الأداء الفني الأندية اللي أنا في وجهة نظري أنها متواضع سواء على الأندية الدرجة الأولى أو أندية الدرجة الثانية أعتقد أنه يعني بيكون وصول الفرق الكبيرة بسهولة إلى الأدوار المتقدمة خلينا أذكر الأمبارات اللي راح تلعب أشياء الله تعالى في نفس البطولة يوم الغد الأمبارات اللي راح تجمع بين التعاون والمجزة ساعة السادسة والربع الأمبارات التالية بنفس التوقيت أو أمباراتان التاليتان بنفس التوقيت الساعة الثامنة تجمع الأمبارات الأولى ما بين الوحدة وأحد وأنبارات الأخيرة تجمع بين الدرعية والنصر كيف شايف حظوظ طبعا يمكنه ما أدري بس شرايك تعاون ونجزل لا شوفه مجزل الحقيقة أنا تابعت الأمبارات فريق جيد لأنه ثاني ترتيب فارق الأهداف عن ضمك تعاون موسم هذا صراحة موسم استثنائي فأعتقد أنه راح يواجه صعوبة ولكن الغلبة راح تكون للتعاون يعني ما راح يكون بالسهولة اللي مثلا نحن نتوقعها التعاون تقول الموسم هذا استثنائي بس الموسم هذا ولا من العام الماضي هو بادي يفرق لا الموسم الماضي الموسم هذا بس الموسم هذا صراحة عنده استقطابات جيدة استقرار على الجهاز الفني والإداري هذا كل شيء ساعده عمل كبير يقومون به أمبارات الودية يعني تيجي تفوز على السد بستة هداف دليل أن في عمل كبير يقوم به داره دار التعاون صحيح راد الثاني الوحد و أحد أعتقد أنه الوحدة هو المرشح لأمبارات في ظل يعني فارق الإمكانيات و أيضا أعتقد أنه الأندية بالذات الأندية للدرجة الأولى ستبحث عن دوري الدرجة الأولى و الاهتمام به لأنه مهما نوصل ما ستبعد في دوري المتقدمة في دوري في كاس خادم الحرمي الشريفين فأعتقد أنه الوحدة هو الأقرب للفوز و الدرعية و النصر طبعا؟ أكيد يعني النصر بنتيجة كبيرة لأن الدرعية و المتذير الترتيب الآن فوارق فنية كبيرة طيب أستاذ مصلح الآن فيما تبقى لنا من الوقت لو تستطيع أن تلخص لنا الوضع الذي قاعد يصير في نجران يعني خلينا أقول لك بعبارتين إن شاء الله أزيد عليها فريق نجران أنا واحد من الناس توسمت له قبل بداية الموسم أن يكون هو الحصان الأسود قبل بداية الموسم يعني بالرجوع للاستعداد الذي كان عليه 13 لاعب كان يجيبهم جابهم فتح الجبال قبل قالتها وقت ما جابوه عيسى المحياني رأس حربة و المدافع بديزة تكروني حققوا من أول مبارات كما فيه كاس ولي العهد استطاعوا أن يحدثوا فرق أمام ظنه فريق ضمك لكن النتائج بعدين أصبحت مفاجأة ما الذي حصل في فريق نجران لا ترجع تقول لي أستاذ مصلح أنه لك ظروف انتقال الفريق و عدم بقاءه و استقراره في منطقة واحدة هذه حفظنا هذه لا لا هذا أنا ضده و مش عذر يعني بصراحة يعني هذا احنا ما نسمي عذر أعتقد أن الاستكتابات في بعض اللاعبين ما كانت موفقة ايضا اللاعبين الأجانب أعتقد أنهم كانوا سيئين سواء اللاعب الكويتي فيصل أما اللاعبين الآخرين فأعتقد أنهم كانوا يعني أقل المستوى و دائما أي فريق يعني مثل الفريق نجران أو فريق التعاون دائما لمن يأتي بلاعبين بحجم أوفولو بحجم جهاد الحسين هذولا اللي يشلو لك الفريق احنا اللاعبين ما أدري من وين جايبين و بصراحة اللاعبين كانوا أقل من المستوى أيضا في لاعبين محليين استكتابات ما كانت بجيدة أعتقد أن الأشياء هذه كلها يعني من الأشياء اللي أثرت في مستوى الفريق أيضا وجودهم في جدة يعني واللاعبين يعني متواجدين هنا أعتقد أن عمليات السهر و عمليات يطويل العمر هذه معلومة جديدة أعتقد هذه كلها تأثر يعني كنت تتمنى أنه اختيار مدينة أخرى غير جدة مثل إيش؟ يعني مدينة لنمون بدري؟ والله يعني زي أبهة أنا كنت أبهة قريبة من نجران حتى حضور الجمهور يكون قريب منا ولكن على الأساس ليش برأيك ما اختاروها؟ كيف؟ ليش برأيك ما اختاروها بدل جدا؟ الله يما أدري هذه توجه السؤال لدارة يعني لدارة امن اختارت ما أعتقد المختيار فردي كيف ما أسألك؟ واحد من أهم رجالات نادي نجران سيد المصلح والله يشوف أنا مبتعد يعني بخلص الله من المشهد الرياضي النجراني ولكن اللي كله يتمنى إن شاء الله أنه الدور الثاني أن يكون هناك صح بإذن الله الفريق أشكرك على حضورك سيد مصلحة المسلم رئيس نادي نجران السابق شكرا أخوه علي وسعيل تواجهدي معك وأشكر الله أخوه علي شكرا أمتد لكم أنتم كذلك أعزائي المشاهدين الكرام شكرا إذن فعلا لضيكنا الآخر الأستاذ وائل النجار الذي غادرنا بسبب عذر فني شكرا أمتد لكم أنتم كذلك أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة معاعدة مشاهد الله يتجدد في حلقة يوم الغد نترككم بحفظ الله وسلامتهم شكرا أمتد لكم